مجز لأهم الأنباء أهلا بكم أكد ممثل عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس السبت بالجزائر أن المصالح والوحدات الطبية لمكافحة الأمراض السرطانية تغطي كامل مناطق الوطن بفضل إرسال المختصين والتكوين شبه طبي وأوضح المدير العام لمصالح الصحة بالوزارة محمد الحاجة أنه في إطار المخطط الوطني 2015-2019 لمكافحة السرطان تغطي مصالح ووحدات مكافحة الأمراض السرطانية كامل مناطق الوطن بفضل إرسال المختصين والتكوين شبه طبي في مجال الاستعمال الأدوية في علاج هذه الأمراض أقر الرئيس التونسي الباجي غايد السبسي بوجود خلال في الأجهزة الأمنية في بلادها أدى إلى سهولة القيام باعتداء على متحف باردو وذلك في مقابلة نشرها السبت الموقع الإلكتروني لمجلة باريماتش الفرنسية وقال هناك خلال مضيفا أن الشرطة والمخابرات لم ينسقا تماما من أجل فرض الأمن في متحف تونس وأشار غايد السبسي مع ذلك إلا أن الأجهزة الأمنية تحركت بطريقة فعالة جدا من أجل إنهاء الاعتداء على متحف باردو بسرعة وتحاشوا بالتأكيد سقوط عشرات القتلى الإضافيين في حال تمكن الإرهابيون من تفجير أحزمتهم الناسفة أعلن الائتلاف السوري الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رفضه المشاركة في منتدى موسكو 2 الذي من المقرر عقده في العاصمة الروسية موسكو مطلع أبريل المقبل وقال بيان للإتلاف تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم الأحد إن هيئته العامة اطلعت خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بمدينة اسطنبول التركية على الرسالة الموجهة إلى الائتلاف من قبل الخارجية الروسية لحضور المنتدى وقررت عدم المشاركة وأضف بيان الائتلاف أن الهيئة العامة للإتلاف ثمنت في الوقت ذاته عدم استخدام الروس للفيتو حق النقض خلال التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 22-09 القاضي بتجريم استخدام السلاح الكيميائي في سوريا لقي عنصراني من الكاتبة 166 العسكرية المكلفة بتأمين مدينة السرد الليبية مصرعهما وأصب آخر إثر انفجار لغم قرب منطقة النفلية الواقعات الشرق المدينة وقال النطق باسم الكاتبة 166 المكلفة بتأمين مدينة السرد خالد أبو جيزا خالد أبو جزيا قول في تصريح صحفي أمس السبت إن سبب الوفاة هو انفجار لغم أثناء عملية التمشيط التي قام بها عناصر تابعة للكتيبة التي التحقت خلال اليومين الماضيين لدعم قوات عملية الشروق بالمناطق الشرقية لمدينة السرد إلى بن جواد ختامه الموجز دمتم في رائعة الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة